لكن خلينا نتحدث بشكل عام عن موسم لدور الدرجة الأولى بعيدا عن دور المحترفين وعن الأخطاء التي حدثت والكل اعترف بخطأ في الفترة الماضية من حيث جدولت المسابقات إلى آخره لكن اليوم نتحدث عن دور الدرجة الأولى وأنت لك باع في دور الدرجة الأولى هل مرضي مقنع من حيث جدولت مباريات من حيث عدد الفرق الصاعدة الهابطة أمنياتك وتمنياتك على الاتحاد الأردني بإعادة مثلا دور الدرجة الأولى إلى الحياة أكثر من ما هو معروف عنه في السنوات الأخيرة والله عليك نادي الصريحة لأمنيتي أنه يصير دور الدرجة الأولى ذهابا وإيابا وأنه حتى المحترفين يرفعوا الأندية بس بقدر شحتي لأنني هبط بصير قولك لأنه هبط يعني الأندية لازم بداء ما تكون 12 لازم يكون 16 16 نادي لازم يكون ليش؟ ليش؟ لأنه كلمة العنباريات بصير احتكاك بصير أفضل إذا بنصر كاس العالم بعدين يفتحوا مجال للمحترفين أربعة خمسة كل نادي زي سعودية زي المغرب زي تونس أنه يعني المسموح نجيب إن شاء الله مش ثلاثة ليش تحكمني ثلاثة إن شاء الله نجيب ستة سبعة محترفين هاي اللاعبين السعوديين ما تطواروا قريب وصاروا فتح الأجال أنا يا أمنيتي إن الدورة الدرجة الأولى صير ذهابه إياه طيب إنت ربطنا ورجعت للمحترفين محترفين لأنه بشأن إذا بدنا نطور الرياضة الأردنية لازم نزيد البراية تحكي عن عجز مالي نعم وإنه ما في عندي إمكانية أنا كنادي أتعاقد وكذا والآن طالب إنه يزيد عدل أندي إلى أربعة وخمس لعبين كيف أنت كنادي بدك تغطي هاي ليس أل ما قلت كيش إنه عندي ما قلت لك إنه عندي عجز أنت حكيت كانت في إمكانيات مادية محددة محددة ضمن عندي في أندي أنا بجوز عندي إمكانيات أجيب أربع لاعبين أجانب ضمن إمكانياتي بجيبهم مش راح أجيبهم لا أجيب ميسي ولا أجيب إكسريال الرادو ولا شيء ضمن إمكانياتي بس أنت يوم بدك تطور الرياضة الأردنية لازم زي السعوديين السعوديين كم لعب عندهم أجنبي لكن بهذه الحالة بدك تضخ بسائل آه ماشي ماشي يعني فيه مطلوبك قبل أن ترفع الأندي ضمن إمكانياتي إذا أنا بقدرش أجيب ما جيبش ألعب المحليين زي فيصلي وحدات بقدر يجيب يجيب خلي يحتك اللاعب الأردني مع اللاعب الأجنبي مش يوفوت على مباراة مع فريق إصباني وده مع فريق يهتز يهتز والإشي يعني زي شو دقلك زي لاعب الأردني يوفوت على مباراة وحدات وفيصلي بتلاقيه حاط خسارة بوجه وإحنا المنتخب بتلاقينا حاطين خسارة بوجه بتلاقي حاطين خسارة بوجه طيب ونجع عشرة كبال عشرة زيك زيه طيب كيف لاعب منتخب يوم يلعب قدامك ستروناندو بده تلاقي يرجو أما الأفضل إنه يفتحوا الأجانب ونحتكموا على اللاعبين الأجانب مش هل يتطور اللاعب الأردني طيب حكيت عن أن تكون مرحلة ذهب وإياب نعم مطلب آخر لأندي الدرجة الأولى ومطالبها كثيرة أبا أطلب إنه كمان يزيد الدعم لأدي الدرجة الأولى كم الدعم لأدي الدرجة الأولى بقوله ثلاثين ألف بقى الأربعين صار رجعنا ثلاثين تكفي الثلاثين ألف لتجهيز فريق بكفرني الشمية وحق طابات وحق مواصلات كم تكلفت فريق لدرجة أولى بتكلف حوالي تسعين ألف تسعين ألف نعم طيب مش المفروض النادي كمان يكون علي جزء من هذا المبلغ علي أكيد أولاد بسعلى طيب برضو برضو إذا ما عندك الحكومة لازم يدعم الاتحاد ثلاثين ألف من الاتحاد صح؟ أه ومن وزارة الشباب رح يجيك عشر ألالة لا لا بجيلي خمسة وخمسمائة خمسة ألاف خمسة ألاف وخمسمائة لارة يعني تقريبا نص المبلغ أه مؤمن ويبقى النص على النادي ذو ميش في أدي بتكلفها أكثر من الدرجة الأولى يعني زي الصريحة اللي قلت لك بتكلف ثمانية تسعين على ثلاث لارة في أدي بكلفهم مكتب واقعيا واقعيا ثبانية ألف كنادي الصريح لا لا ما بدنا نحكي على مستوى على مستوى أنا بكلفني ثبانية ألف لخمسة ثبانية ألف لأنه بتعرف العقود يعني اللاعبين عندي مستمرين العقود بتنزل خمسة بالمئة بالطبع يعني عندما تتحدث عن دورينا بشكل عام دور الدرجة الأولى يعني أي حديث عن مبلغ تجاوز المئة ألف بمبالغة يعني لا مبالغة كتير لأنه في أدي كتير بتبنش عقود غير نصف موسم بس خمسة شهر بس معلّم لكن ضمن ذلك أستاذ عمر اليوم عندما نتحدث عن تجهيز فريق بتلتين ألف وأنت الآن تتحدث في الجانب المالي وهو الجانب الأهم والمحور الرئيسي للنادي نتحدث عن إرادات لنادي الصريح في هذا الجانب كذلك في إرادات شهرية ثابتة لنادي الصريح مش كثير ثابتة ما في أننا إشي ثابت بالصريح قليل يعني بيجينا إرادات من وراء المسبح بيجينا من وراء المدرسة أشياء بسيطة بتألف أنه مدرسة إيش مدرسة للصف العاشر خاصة للصف العاشر تعبع عن النادي مستثمر مخضة آه بالنادي طيب أنا أعرف أنه المدرسة الخاصة يمنجم ماشي بس هو احنا مستثمر سمخضها بعدما نأخذ إرادتها كامل نأخذ نسبة منها لمدة معينة لمدة معينة وبعد ذلك تعود بعد تعود المدرسة سواء ما عليها للنادي والمسبح يعود للنادي ومعينة ونفس الشيء المسبح كمان لمستثمر لمستثمر بعد كم سنة راح تكون المدرسة هاي ملك يعني الفئر ثلاثين في المدرس والمسبح يعني خلينا نتحدث انت حكيت ودرجع بداية حديثك خطة مدروسة كنت أسألك عنهم خلينا نعم هل نعتبر هذا الاستثمار هي من الخطة المدروسة التي وضعها إدارة ناتي الصريح نعم خطة طويلة المدى ونفس طويل مشان نصير مردود مالي ثابت يعني كم نتوقع رقم بالألفين وثلاثين يكون إيرادنا للصريح أتوقع يصير حوالي بيتين وخمسين ألف ديلار سنوي سنوي نعم بتنافس بالمئتين وخمسين ألف ما اللي بجدني إذا الله أحيانا نذكر بعض